الضرورات تبيح المحظورات فما كان مرفوضاً في قاموس الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس أصبح اليوم مقبولة إننا لن نستخدم المزيد من النفط أو الغاز ولن ننخرط في أي أنواع من الوقود الإحفوري ولن ندعمه وسنقوم بإجراء تغييرات كبيرة جو بايدن وبعيد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة شن حرباً على الفحم والنفط والغاز الطبيعي بشكل فاجأ الجميع وعد بخفض انبعاثات غازات الدفئة في البلاد إلى النصف بحلول عام 2030 ووقع أوامر تنفيذية لمواجهة أزمة التغير المناخي ليجد نفسه أمام ضغط شديد للإسراع بخفض الانبعاثات في البلاد وتخفيف عبء التلوث لكن كابوس البيئة والمناخ ما لبث وزال عن جو بايدن فالاضطرابات الجيوسياسية التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا ووتيرة تحول الطاقة ليس فقط في أوروبا ولكن في جميع أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة غير في المعادلة الإجراءات المتتالية في هدف التخلي عن الطاقة من روسيا تهدد التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ حيث تسعى أمريكا ودول أوروبا إلى التخلص من الاعتماد على الغاز والنفط القادم من روسيا في وقت تسعى فيه إلى تحقيق الحياد الكربوني لعلاج تغير المناخ قد يبدو هذا صعبا أو مستحيلا في ظل العمل من جانب أمريكا للمساعدة في تعزيز أمن الطاقة العالمي فصادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ضرورية لأوروبا في ظل العمل على الابتعاد عن الإمداد الروسي كما يمكن أن تساعد زيادة الإنتاج في تحقيق التوازن بالأسواق وتقليل عائدات النفط بالنسبة لروسيا على المدى الطويل ويمكن أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بسرعة مجبر جو بايدن لا بطل فلا حل سوى التنازل عن مكافحة تغير المناخ والمقابل أمن الطاقة العالمي عصام عبد السلام العربية